القرار اللي اتخذ فأسعد معظم المصريين ايه القرار؟ ومعليش يعني ما حدش يأخذني انو الناس كانت حزينة جداً مبارح في حالة ضغط وحالة ضيق شديد والكل بيشعر بحالة إحباط نتيجة ايه؟ نتيجة سوق أداء المنتخب القومي في المباراة اللي أقيمت بالأمس شوق أداء كان مباراة مصر والجابون في تصفيات الموهلة للكاس العالم ويتعادلوا بعجوبة في مباراة الزهاب وكان الأداء سيء للغاية الأداء في مجملة مباراة أمس والمباراة السابقة اللي كان المنتخب بيلعب مع عنجولة في القاهرة فاز 1-0 ومباراة تعادل 1-1 آه عندنا أربع نقاط لكن أداءنا كان سيء في المباراتين والأداء السيء مش ناتج عن سوء مستوى اللاعبين إنما سوء مستوى الإدارة والتدريب والجهاز الفني الجهاز الفني على رأسه الكابتن حسام البدري وهو في الحقيقة باختصار عشان ما نعودش ندلع الكلام مدرب يعني وصفه النقاد وصفه المختصون بأنه مدرب دون المستوى وصفه بأنه مدرب بنقصين أنا آسف جدا فشل في قيادة المنتخب المصري وتقديم ما يليق بمصر وما يليق بأحلام الجماهير الخلاصة علشان ما ندلعش كلام مدرب فاشل فاشل في تقديم الجديد إذن هو فاشل بيساعده أحمد أيوب بيساعده طارق مصطفى بيساعده سيد معوض وأيمن طهر مدرب حراس مرمى وأنسي شعلاني مدرب أحمال ومحمد بركات مدير المنتخب إدارة المنتخب أو الجهاز الفني المنتخب فشل بامتياز يعني ياخد امتياز في الفشل امتياز في إحباط الجماهير معلش إحنا عايزين ندل فرصة لمدرب مصري ندل فرصة لمدرب وطني لكن ليس معنى ذلك أن احنا نسيب المنتخب في مدربين أفضل طبعا في مدربين أفضل في مدربين أولى منه لأنهم أقرب منه إلى فهم نفسية اللاعبين ونفسية الجمهور بالتأتيد مصر فيها مدربين كثر مصر فيها مدربين عندهم قدرة وعندهم قبول لأنه الكابتن حسام البدري بيوصف بأنه المدرب المكشر على طول ما عرفش هو مجامل المنتخب ولا مجامل الجمهور ولا بيدفع لي الجمهور ولا بيدفع لي أنا مش عارف هو بيقبض يعني مدرب بياخد فلوس كتير كمان يعني مدرب مصري ادرب المنتخب وبياخد ما هي عالية جدا فبالتالي أنا ما عرفش وما عندوش في الوسط الرياضي والنقاد انبارح تبعت أنا مش متخصص لكن تبعت ردود أفعال غاضبة للنقاد والمخصصين وشفت حالة غضب لدى الجمهور وانا اللي اهمني في الموضوع بصرف النظر عن القصة حالة معنوية خاصة بالمصريين حالته من معنوية سعداء أنا بقى مبسوط جدا ارتفاع الروح المعنوية على دى المواطنين دي حاجة مهمة جدا دي تهمني من الكورة أو من غير الكورة الناس مبسوطة احنا تمام لأنه حالة الغضب والضجر والضيق قدت إلى انخفاض الروح المعنوية والناس زعلان هنا ناقف ايه اللي زعل الجمهور وبعدين زعل الناس زعل جمعي غضب جمعي ضيق جمعي ليه هو فقراء سوريشا الاخ اسمه حسام البدري مش فقراء سوريشا هو الراجل مش عارف يقدم شيء جديد ليس لديه القدرة على انه يبقى كابتن محمود الجهري ليس لديه القدرة لكي يصبح الكابتن شحته ليس لديه القدرة لكي يصبح الكابتن حسن شحاته ليس لديه القدرة لكي يصبح اسماء كثيرة وكبيرة دربة المنتخب فيما مضى عبدو صالح الوحش دربة المنتخب وأسماء كتير جدا جدا دربة المنتخب وأعتقد أنه نجحوا وقدموا كتير مدربين وطنيين وعلى رقصهم أعظم مدرب أعتقد دربة المنتخب كان الكابتن الجهري مدرش نتكلم في هذا وكابتن شاحته وحسن شاحته اللي فاز ببطولة إفريقيا ثلاث مرات متتالية لأول مرة في التاريخ فين حسن شاحته يعني معلش ليه حسن شاحته ما دربش المنتخب أنا معرفش يعني هو اعتزل تدريب يعني لو إحنا جدنا واحد زي حسن شاحته ومين 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 يلا يا جماعة اختارونا مدرب هيجيبه أكيد هيكتمه على مدرب كويس جدا أنا مبارح كنت بتابع بعض الكابتن علاء نبيل أعتقد مبارح كان في حوار تلفزيوني وتكلم بوضوحه قالك لازم يمشي لازم يمشي كابتن حسين البدري قال صديقي وعزيز وقاء إلى آخر لكن ده بلد ده منتخب ما ينفعش يدير تدرب المنتخب لازم يمشي ونشوف غيره وتكلم علاء نبيل يمكن قال إنه في مدربين مصريين أكفاء ينفعوا لهذه المهم منهم هاب جلال منهم حسن حسن منهم في أسماء كدير جدا يعني في الدوري الممتاز في الدوري الممتاز يا جماعة مش عارف أتكلم منكم كله أعمالي واحد يقول لي حسن حسن والتاني يقول لي هاب جلال اللي انتو بتخيلوا في الكنترول عندي مختلفين سيبوا الناس اختار خلاصة إنه الرأي العام الكروي في حالة غضب إنه قاد الرياضيين في حالة غضب الجديد النهاردة اللي أسعدني وخلاني أختار هذا الملف هو قرار اتحاد الكورة أو اللجنة اللي بتدير اتحاد الكورة هذه اللجنة قدمت الشكر للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن البدري ومحمد بركات ثم تشكرين شكر الله وسعيكم اتحاد الكورة للجهاز الفني المنتخب شكر الله وسعيكم ليه؟ شكرين يا جماعة قد ترقيركم والمجلس منعقد لتسمية المدير الفني الجديد مدرب المنتخب الجديد خلال 48 ساعة كابتن أحمد مجاهد ومعاونوه وزملائه في اللجنة إن شاء الله يعكفه على ويوفقه إن شاء الله في اختيار جهاز فني جديد يخلف الجهاز الفني الذي فشل بامتياز في إدارة المنتخب في هذه المرحلة